بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى اليه واصحابي اجمعين. دلوقتي يا جماعة اللي عنده زيوت او عنده اي حاجة في البتجسد ده يشوف الوصفة دي دلوقتي معنا لمونة ومعيا خل ومعيا ام وصفايا عشان اصفي اللمون دلوقتي هافتح اللمونة كده نصين. هصفيها. لازم انا اصفيها عشان ما فيش اي حاجة تنزل في البتجسد واتسده. كده انا هصفيها بالصفايا. الوصفة دي ما شاء الله جميلة. انا على فكرة اول مرة جربها بس طلعت رهيبة. ومعنا هنا كده خل. معلقتين لمون كده على معلقتين خل. في كل عين بتاع بتجاز هحط معلقة. دلوقتي كده يا جماعة. في كل عين كده هحط معلقة صغيرة. في حدوك كده معلقة صغيرة. العين بقى اللي بتستعملوها اكتر. يعني انا الاولانية دي دي يحط فيها كتير لان انا باستعملها اكتر. اكيد الدهون اكيد موت راكمة فيها. واللي بتجاز ومش فيه المصورة زي دي كده وفي فنية هقولك وتعملو فئة. دلوقتي نحطت في العين اللي قبل دي كده شوية اكتر عشان بستعملها اكتر حاجة. دلوقتي هسيبو لمدة خمس دقايق. هقولكو بقى اللي عنده فنية مش عنده الحاجات دي دي. يجيب يجيب سرنجة وياخد منها الخليط يشد كده بها الخليط ويحطها في قلب الفنية. سرنجة من الصيدلية. جي بقى هتسلك ما شاء الله عليها اللي هو البتجاز وطالع بفنية. مش طالع بمصورة كده زي كده. وقال لكم بقى على غسيل البتجاز دي ده انا غسلته ازاي? انا جيبت كاربوناتو. وخل. وحطة اطفاء العيون كده. مطرح اي حاجة في سواد اي حاجة. احط بحط كده شوية مية سخنين. وشوية كاربوناتو وشوية خل. ما شاء الله بيفوروا بيبقى جميل. والعيون ما شاء الله شفوا عملها ازاي? وسلكة بقى خشنة. مسلكة نعمة سلكة خشنة. اللي هي بتتبع لوحديها دي دي. ونجيبها ونغسل بها البتجاز. معافري بقى اي حاجة انتم بتستعمل كلها لغسيل الموعين. ومشاء الله وللعيون برضو. انا جبت العيون وخمرتها في برضو كاربوناتو وفي خل وفي مية سخنة. ودعاكتها برضو بالسلكة الخشنة دي دي. وهو ركو دلوقتي العيون ما شاء الله عليها. والفرن برضو بتاع البتجاز يا جماعة. برضو انا بخسله بنفس الطريقة. والباب بتاع البتجاز. كل حاجة في البتجاز انا بخسلها بنفس الطريقة. باجيب كاربوناتو ومية سخنة. وبحط عليها خل. بتفور وبتطلع اي حاجة في البتجاز. جربوا بس الطريقة دي ان شاء الله هتبقى تحفة. المهم بتصوبوا الخلطة دي دي في قلب العيون لمدة خمس دقايق. وبعد كده هوريكم العيون بقى ساعة اجهة افتحها. والنارة هتبقى عاملة ازاي فيها. ما شاء الله عليها. ما شاء الله هتشوفوا حاجة مبهرة فيها. ولو اي حد عنده العيون بتاعته مش متسلكة كده باي ابرة. الابرة اللي هي بتاع المنجداني دي دي ويجيبها ويسلك بها. لو العيون الفتحات بتاعتها اللي هي تخينة دي دي. لو الفتحات بتاعتها الصغيرة بابرة عادي. الابرة اللي هي بتاع الخياطة العادية دي دي. يسلك بهالعيون بتاعت البتوغاز. وعلى فكرة يا جماعة اللزقة بتاع البتوغاز اللي انا بحطها على على الظهر الازاز بتاع البتوغاز دي دي. الساعات ما بعرفش اشيلها. فبعمل ايه بقى لو عايز اشيلها بعد ما بطبخ وبالبتوغاز سخن بروح شايلها بتشتال بكل سهولة. فجربوا الطريقة دي دي وشلوها بنفس الطريقة. البتوغاز يبقى سخن كده بعد الطبيق بعد اي حاجة بتعملوها. ويشلو الحاجة دي دي وتغيروها على طول. بتطلع ما شاء الله على طول. وهو اللي بتوغسخ. واركوا بقى العيون كده بعد مولعت. ما شاء الله عليها. شوفوا ما شاء الله. ما تنسوش تعمل لنا. ما تنسوش تعمل لنا سبسكرايب وتفعلوا جورس وتعملوا لايك للفيديو. لو الوصف افادتكم وقالونا في الكومنتات. افرجو وقالونا في القناة. هل سمع روح يا ربنا في القناة؟ افرجو descobfits اكار... Alma!